بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله المشتركين جدد نقولكم مرحبا بكم وتابعين نقولكم دمتم أو فيها للقناة إن شاء الله فيديو اليوم يلقاكم بأفضل وأحسن حال حلوتنا لنهار اليوم حلوة راقية بذوق هايل بحشوة مختلفة نتمنى أنكم تابعوا الفيديو للأخير وتشوفوا الطريقة وهذه الحلوة بالمناسبة تقدروا تقدمها في الأعياد ولا في مناسبة الخطوبة أو المهيبة أو مناسبتكم الخاصة وبلما نطول عليكم نبدأوا مباشرة في الطريقة ونبدأوا على بركة الله في المقادير نحتاجوا لهذه الوصفة بسكويت أوريو وتقدروا تستعملوا بسكويت ماكسون أنا اليوم راح نستعمل بسكويت ماكسون نحكموا الحبات كي ما راكم تشوفوا راح نحولهم هذيك الكريمة اللي تجي في الوسط هنا الكمية اللي تحبوا ديروها نتومة نحتاجوا كذلك نصف كاس حليب ونصف كاس بودرة الشانتي والكريمة اللي نحيناها من البسكويت ماكسون نبدأوا نطلعوا لك خمشانتي نحطوا الحليب قلنا نصف كاس ونصف كاس بودرة الشانتي نطلعوهم مع بعض بعد ذلك نضيفوا لهم الزبدة أو كريمة البسكويت ونزيدوا نخلطوهم بش تعطينا هذيك الذوق نتعى البسكويت ونكملوا مقادير الحشو عدنا لك خمشانتيلي طلعناها عدنا بسكويت رحي نهتا ماكسون عدنا ثلاث ملاع كبار لوز مرحي وثلاث ملاع كبار شوكولات ذايبة وملعقة كبيرة مارغارين أو زبدة نحطوها في الشوكولات ونخلطوهم مع بعض بعد ذلك رحي نضيفها لك خمشانتي ونزيد ونضيفوا معها ثلاث ملاع كبار لوز مرحي هنا تقدروا تديروا أي نوع مكسرات تقدروا تديروا كوكيا وتقدروا تديروا جوز وش عندكم نخلطوهم مليح ونزيد ونضيفوا لهم البسكويت مرحي كيما قلت لكم أنا درت ماكسون تقدروا تديروا أوريو وتخلطو وما تكثروش البسكويت باش نتحصلو على هذك اللون يعني ما يكونش غام قياسر هكذا هذا هو القوام تعوي يكون ثقيل ما يكونش غام قياسر نحطوها في بوش ونخلوها ونروحوا نحضروا الشوكولة هنا نحتاج 150 غرام شوكولة بيضاء نضيفو لها 2 ملاع كبار زيت نخلطوهم جيدا ونضيفو لها ملعقة كيما ركم تشوفو بسكويت باش نتحصلو على شوكولة منقطة باللون الأسود يعني ما نكثروش نحتاجوها بيضاء أنا رح نستعمل هذا المول وانتم ما تقدروا تديروا أي مول ما تواجد عندكم نبدأ ونحطو ملعقة كبيرة في كل حبة ونبدأ ونطلعو في الحواشي ونمشو كامل الشوكولة لهذه الطريقة ونحطوها تبرد في الثلاجة بعد ذلك نزيد ونديرو الطبقة الثانية هنا في الطبقة الثانية ماذا بيكم نديرو الشوكولة في الحاشية يعني ما تنمليح للحبة باش ما تتكسر لكمش كتجوت نحاها ونزيد ونحطوها في المجمد بعد ذلك رح نبدأ ونحطو أو نعمروها بلاك خام أو الحشوة اللي حضرناها الأولى نعمروه ممليح وخلوه فراغ لأنه رح نزيد ونديرو طبقة من الشوكولة نعدلوها جيدا بالملعقة هكذا ورح نزيدو نعمروه كي نبتلكم طبقة من الشوكولة نكملو الكمية كامل ونحطوها في المجمد بعد ذلك اللي عنده حبة سابلي تقدروا تستعينوا بهم اللي ما عندوش حضروا معي بات سابلي كمية قليلة فقط وسهلة نحتاجوا في هذا الوصفة 125 غرام مارغارين نحتاجوا بيضاء نحتاج ملعقة كبيرة نشا وملعقة كبيرة لوز مرحي وملعقة كبيرة سكر ناعم ورشة ملح ونخلطوهم كامل مع بعض ورح نضيفو لهم ملعقة صغيرة باني ونبدو نضيفو البيسكوي ماكسون او اوريو وش عندكم مرحي كي ما لاحطو راني مادرتش لخميرة ما نحتاجوهاش تطلع نحتاجو سابلي ما يطلعش ونكملو بالفارينا بعد ذلك انا هنا يعني ما خرج ليش لون غامق للعجينة اضفت لها ملون بني لاني نحتاج العجينة تكون لونها غامق بني غامق نخلطوها ونخلوها ترتاح بعد ذلك نبزطوها ونشكلوها دوائر صغيرة على هذا الشكل الدوائر لازم يكون حجمهم كي ما المول نحطوهم في سينية لتدخل الفرن ونحطوهم يطيبو هنا الشوكولة راهي جمدة او الحبة الحلوة او الحشو راهو حاضر نحوه بشوية فقط وهذا هو الشكل تاحا كي ما شفته وهنا حبت المكسون او الوريو زي انتم تزين خفيف استعملت هذا الملون الغذائي اضفت له قطرات من الليمون حتى ولا ليكيد وزينت به بالبنسو وعندي حبات من البندق هنا تقدروا تستغنوا عليهم تقدروا تديروا غير الكاراميل وحدها ولا وش عندكم مكسرات تحشوهم في هذك الثقب الصغير انا هنا استعملت الكاراميل توفيا عندي شوية وضفت لها حبات من البندق محمص كي ما قلت لكم تقدروا تديروا اي نوع مكسرات تقدروا تديروا كوكيو لوز جوز وش عندكم يعني تقدروا ما تديروش ديروها غير توفيا وحدها نعمرهم كامل بعد ذلك نجو لمرحلة التزيين هنا اللي صاب لي بعد ما بردت نحتاجوا كذلك الشوكولات اللي راحين لسقوا بها الحبات نحطوا القليل من شوكولات انا هنا ما بقتليش البيضة استعملت شوكولات بالحليب نورمان راح تدخل يعني لداخل مهيش راح تبان ونبدأ ونحطوا على هذا الشكل ونزيدوا حبة المكسر او الأوريو ونحطوها من فوق هذا هو الشكل التاح نعود معكم واحدة نحطوا في حبة الصاب لي قليل من شوكولات وماذا بيكم ما تقيسوش الحاشية ونحطوا الحشو ونزيدوا نحطوا حبة المكسر او أوريو وش عندكم نحطوها كذلك من فوق وهذه هي الحلوة راهي حاضرة ساهلة خفيفة وبنتها هايلة الحشو يعني ذوق هايل فيه عديد النكهات ورح نقصها معكم تشوفوها شوفو كيف هجات تفتت جات هايلة 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 والبناء ما نحكي لكم مش حشو روعة روعة نتمنى انكم تجربو شوفو كيف هجات وكيما قلت لكم هذه الوصفات قدروا تديروها في الخطوبة او مهيبة او مناسبتكم الخاصة راح اجيكم حاجة بريزونطة بالحاجة بريستيج حاجة راقية وصفة يعني كيما راكم تشوفو في القمة بوق ولا شكل نتمنى انكم اتجربوها وشوفو معايا الحشو كيف هجات طريق من داخل جاء هايل هايل نتمنى انكم تجربوها والحقنا نهاية الفيديو ما بقى لي غير نقولكم لا تبخلوا علينا بالاعجاب والاشتراك في القناة تفعلوا جرس ليصلكم كل جديد وبرتجوا لتعمل فائدة والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر